اشتركوا في القناة في فترة رح ينتقل خلال منتصف الليل رح ينتقل لبرج الدلو ففي فترة خلوم مسار اول اشي وثاني اشي رح ينتقل القمر من منزلة لمنزلة طبعا القمر الان موجود في منزلة سعد بلع وهي العلاج والفراق واتلاف الاموال والحرية ورح ينكد فيها حتى تمام الساعة خمسة وثلاث دقائق مساء من مسائل يوم الجمعة 23 سبعة لا ينتقل بعدها لمنزلة سعد السعود وهي لتوطيد العلاقة والحرية والربح والتفريق بالنسبة للقمر موجود هو بالجدي الآن طبعا في زاوية رح تتشكل بعد قليل هي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبين بلوتو وهي رح تكون الساعة 34 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفسنا واحداث التغييرات المطلوبة طبعا هاي الزاوية انه بيبدأ مباشرة بعدها خلو المسار خلو المسار رح يبدأ ساعة 34 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش يعني تقريبا بنقدر نحكي احنا في موعد او ما بعد موعد بث الحلقة هاي فعشان هيك ذكرنا الزاوية وذكرنا خلو المسار خلو المسار هذا رح يستمر لما بعد منتصف الليل لغاية الساعة 12 و 12 دقيقة بعد منتصف الليل الليلة هاي اللي هي ليلة الجمعة على السبت ليلة 24 القمر زي ما حكينا بعد منتصف الليل بدأ ب 12 دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن الساعة 3 و 12 دقيقة صباحا دائما القمر لما بيجي بده ينتقل وبشكل زاوية خلو المسار منقول انه هاي الزاوية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار وحكينا انه بما انه القمر رح ينتقل ورح يصير موجود في برج الدلو رح ناخذ احنا ونكتسب من صفات برج الدلو لهذا اليوم او للفترة القادمة وخصوصا انه برضو رافقت الانتقال هاي انه رح تتشكل زاوية زاوية هاي زاوية التقابل اللي هي اكتمال البدر في برج الدلو ورح ناخذ من صفات تواجد القمر وتأثيرات الابراج هاي رح تكون شوي مضاعفة فبتكون تديروا بالكو بتكون تركزوا معي مضبوط فبما انه القمر رح يكون ساعة 12 و 12 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش معناته يعني من نحكي الليل مع النهار موجود القمر في برج الدلو فتأثيراته رح تكون على جميع الابراج انه بهاي الفترة احنا بنشعر انه احنا بحاجة ماسة للتغيير الروتين بكونه عدو هاي الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كخصة شعر مثلا طبعا ما مننصح فيها لانه الزوايا تقريبا سلبي اليوم ولكن هي لو كان القمر بشكل زوايا الزوايا هاي قوية مع الزهرة بقولك اوكي حتى لو انه عامل زاوية التقابل فعشان هيك منستثني اول وحدة لامور التجميل وقصة الشعر ولكنها جيدة للي بدي يشتري اجهزة الكترونية او كمبيوتر بدي يصلح اشياء لها علاقة بالالكترونيات فهاي ممتازة جدا وبرضو ممتازة لتجربة طعام جديد بالنسبة للزاوية اللي راح تتشكل ما بعد الانتقال اللي هي اول زاوية هي زاوية التقابل اللي هي اكتمال القمر بدر وهيها سلبية راح تكون الساعة ثنتين وستة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج وهذا الاتصال بخلق لدينا عادة حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والافكار وهذا الاشي ممكن ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الاخرين فبتكون ديروا بالكو اليوم شوي راح يكون فيه تضارب او الصراع هذا بين المشاعر وبين الافكار يعني مرة بتصير بدك تفكر منطقي مرة بتصير تفكر عاطفي وهذا الاشي بسبب مشاكل بالنسبة للزاوية اللي راح تتشكل وهي زاوية بطيئة راح تتشكل زاوية تثليث ايجابية بين عطارد وبين نبتون وهي راح تكون الساعة اربعة واربعة وثلاثين دقيقة بعد العصر نصبح قادرين على قراءة مشاعر الاخرين من حولنا دون ان يعبروا عنها بصراحة يعني بتزيد سرعة البديهة في تحليل الاشخاص ونواياهم بشكل عالي جدا اما بالنسبة للزاوية الاخيرة اللي راح تتشكل اليوم هي زاوية اقتران سلبية راح تكون بين القمر وبين زحل وهي راح تكون في تمام ساعة ستة واربعة وعشرين دقيقة مساء من واجه مصاعب وعراقيل بتطلب مننا ان نبدو الجهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضود بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر زي ما انتوا لاحظتوا انه تقريبا الزوايا كلها سلبية معنات القمر اليوم عنا منتحس فعشان هيك بتكون تنتبهوا اكثر حتى في التوقعات لانه هاي راح تستمر معك يومين لانه اكتمال القمر ويوم اخر اللي هو يوم مكوثة فهي التأثيرات اللي طبعا بيجوا اشخاص بقولك تأثيرات اكتمال القمر في برج الدلو طبعا هو مكتمل في برج الدلو وفي نفس اللحظة هو موجود في برج الدلو معناته نفس توقعات الابرج اليومية ما اختلفش اشي اللهم انه هم عملوا فيديو ثاني عشان يعني يخلوكوا تركزوا عليه وعلى التأثيرات وانها تأثيراتها ثلاث ايام او تأثيراتها اربع ايام ومش عارف ايش منها الكلام هذا فهي نفس الشيء عشان هيك انا ما بركز على موضوع اللي هي اكتمال القمر الا في حال انه كان الاكتمال هذا ممكن يكون في برج اخر وهي من النوادر بتصير فعشان هيك دائما احنا مركز على هاي النقطة انه لازم انه تفهموها بشكل منطقي وعقلاني مش بشغلة الفيديوهات وكثرة الفيديوهات والترويج لهاي الامور ماشي ان القمر راح يكون قمر عملاق لانه بولد نحكي احنا تقريبا في فترات يعني مميزة طبعا احنا بالنسبة للشرق الاوسط كل الدول اللي راح تشوف القمر بدر يعني في حال غروب الشمس عفوا في حال قبل شروق الشمس بتنظروا لمنطقة الغروب فبكون القمر اكتمل فما راح تشوفوا هذا القمر العملاق في الفترة هاي فبتشوفوه بالشكل العادي في حال هبوطه كامل يعني في حال انه بلش بده يغطس بمكان الغروب دوصل لحجم معين ممكن انك انت تشوفه اكبر من حجمه اللي هو القمر العملاق الازرق او بسموه القمر الازرق وبيجوا بحولوا الامور واقعوا ولا هاد وكوارث بدها تصير ومش عارف ايش هذا كلياته هي نفس التأثيرات اللي احنا منحكيها فعشان هيك انا ما بتعمق كثير في هاي المسائل بالنسبة لاخلو المسار القادم طبعا راح يكون يوم الاحد 25 سبعة القمر الان موجود في الدلوح حكينا 25 سبعة بيبدأ في تمام الساعة 11 و 12 دقيقة مساء وبيستمر لليوم التالي اللي هو اليوم الاثنين 26 سبعة حتى تمام الساعة 23 و 29 دقيقة صباحا لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحوت بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الان هو المكتمل راح يكون في تمام الساعة 25 و 23 دقيقة بعد العصر بيصير 16 يوم نسبة الاضاءة حكينا هي 100% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الاسد حتى يوم 22 سبعة سعيدة بنسبة 15% القمر في الجدي وبدو ينتقل للدلو حتى يوم 26 سبعة اليوم منتحس بنسبة 30% عطارد في السرطان حتى يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 45% الزهرة في العذراء حتى يوم 16 ثمانية منتحس بنسبة 50% المريخ في الاسد حتى يوم 29 سبعة منتحس بنسبة 15% المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 28 سبعة منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 11 منتحس بنسبة 15% بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا من الآن من موعد بث الحلقة لغاية منتصف الليل بدكوا تحافظوا على سمعتكم على مصالحكم القائمة في مجال العمل حاولوا انكم ما تخلفوا القوانين ما تغامروا ما توقعوا على عقود ضبط العصاب مطلوب بعد منتصف الليل زي ما حكينا لما الغمر بنتقل وبيصير في الدلو بيصير عندكم نشاط اجتماعي فممكن تلتقوا الاصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية حاولوا ما تبقوا وحيدين فترة ناشطة وباعدة دراسيا مهنيا عائليا ولكن بتكون تضبطوا اعصابكو يعني شوي عصبيتكو حديتكو بتكون عالية شوي ضبط الاعصاب مطلوب وبتكثر الاتصالات عندكم والمواعيد برج الثور بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لأسيما لبعيدة من الآن ولغاية منتصف الليل طبعا القمر رح ينتقل وصير في البيت العاشر لإلكم فبعد منتصف الليل أو في ساعات الصباح عاسب الدولة اللي انت فيها بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية حاول انك ما ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تكون ضحية الفوضى وعدم التنظيم ممكن يعني تضغط عليك بعض المسئوليات او تواجه امر صعب ويكون شوي معقد فحاول انك تكون هادئ التزم بالمسئوليات هاي فترة واعدة برج الجوزاء بتنهمكوا في اعادة تنظيم اموركم المالية المشتركة حاولوا كمان تخففوا من النفقات من الآن لغاية ساعات منتصف الليل من ساعات منتصف الليل بتنشطوا في امور الها علاقة بالدراسة بالسفر بالاتصالات البعيدة بصر عندكم لقاءات اليوم او فرصة بتفتح امامكم ابواب للسفر والتسويق النشر الدراسات العليا يعني الفترة هاي ممتازة جدا حاول انك اليوم تركز بشكل جيد لانه ممكن يجيك خبر معين او تفكر في امر معين الو علاقة يا اما بأمر قضائي او الو علاقة باشخاص اجانب عنك او من خارج البلاد بتنجح بالتحرك في مختلف الاصعدي لاجواء مناسبة للك احاول انك تستغلها برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم وبتظل الاجواء رومانسية ومشجعة لغاية ساعات منتصف الليل من ساعات ما بعد منتصف الليل بتعيدوا ضبط ميزانيتكم حاولوا انك تدخلوا التعديل على نمط حياتكم عشان تتماشى مع التقدم والتطور في محيطك ممكن اليوم يطمئن بالك وتفرح لتطور ما اي فترة جيدة لتصحيح الاخطاء او لتكرار المحاولة او يعني عمل سابق بتحاول انك تجرب حظك مرة ثانية فيه معنى ما بقولك انك تجرب حظك لانه شوي الحظوظ اليوم لا يعتمد عليها بسبب نحاسة القمر فعشان هيك كرر المحاولة ولكن بنت واثق من نفسك انك انت بتقدر تمام الامور برج الاسد طبعا القمر الان هو في مراحل المقابلة هو الان في البيت السادس لا اليك فعشان هيك منقولك انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون اهمال صحتكم بدك تركز على صحتك بشكل جيد لطيلة الايام القادمة كمان لانه القمر بفترة المقابلة بيسحب من طاقتكم شوي في ساعات ما بعد منتصف الليل بصير مقابلك تماما في الدلوء وبدو يصير بدر فعشان هيك بينصب اهتمامكم حول امور الها علاقة بالشراكة الشراكة المالية والشراكة العاطفية وعلاقتكم في الازواج بدكوا تحافظوا على هدوءكم وعلى صحتكم وحاولوا ما ترتجلوا كلام وما تعصبوا وحاول انك ما توجه ملاحظات لانه قصمك في هاي الفترة بيكون قوي كثير يعني اقوى منك لانه طاقته ممكن تكون اذا ما كان برج اسد اكيد طاقته بدا تكون اقوى منك فبتحملك هاي الايام برضو اشياء ممكن يكون فيها ارتباط بموعيد او عقود او تركيز على شيء جديد بدك تعمل وانت اهمش انك تحافظ على هدوء اعصابك وما تكون عدائي برج العذرة طبعا ما زالت الاجواء جيدة بما ان القمر ما زال موجود في البيت الخامس للكم لغاية منتصف الليل فما زالت افترات جيدة للتقرب من الاحباءكم وتعزيز العلاقة معهم يعني حاولوا قدر الامكان بس لانه فترة خلوه ومسار انه ما تحاولوا تفتحوا مواضيع او استفزاز او انتقادات ضبط الاعصاب مطلوب في ساعات ما بعد منتصف الليل طبعا القمر بدو ينتقل البيت السادس بيتراكم العمل عندكم اهم اشي انه ما تهملوا صحتكم حاضروا من التعب الصحي والامور الجسدية ممكن يعني شوي يمنعك من اداء واجباتك اليومية كما يجب وفي نفس اللحظة ممكن تظهر مسائل عائلية او شخصية طارئة او تشعر بنوع من انواع التوتر برج الميزان بتظل الامور البيتية والعائلية بتشغل فكركم لغاية ساعات ما بعد منتصف الليل ما هاي الساعات لما بنتقل القمر من البيت الرابع للبيت الخامس بتصير الاجواء اكثر ايجابية بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم من احبائكم وبتفرح لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة وممكن تتلقى اشارة ايجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط انفاسك بعض العواصف الاجواء بتصير داعمة للك فحاول انك تستغلها والحضوض بتصير اكثر بالفترة هاي وممكن تنجز اشياء كان صعب انك تنجزها في الايام الماضية برج العقرب بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات القصيرة وبيكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ او جار لغاية ساعات منتصف الليل من ساعات منتصف الليل طبعا القمر رح ينتقل للبيت الرابع له بيت العائلة بيت البيت فالاهتمامات رح تصير عائلية او بيتية حاولوا انك تلطفوا الاجواء العائلية الضاغطة لانه ممكن شوي تثير بعض الاضطراب او اضطرابك او امتعاضك او تستاء لبعض التصرفات حاول انه في خلال الفترة هاي ما تخالف القوانين واحترم الموعيد والتزاماتك المهنية وممكن الفترة هاي تهتم بعائلتك او لبعض الامور اللي الها علاقة بالبيت زي ترتيب تصليح اهتمامات مشتريات برج القوس طبعا بتظل الامور الها علاقة بالامور المالية ففي ثم فرصة لمكسب مالي بيجي من جهة اخرى يعني ممكن يجي من عمل اضافي ممكن اموال الىك تستردها او هدية ولكن من ساعات ما بعد منتصف الليل بتصير الاجواء اكثر ايجابية للك فبتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات والحوارات وسرعة البديهة بتصير عندكم عالية جدا ولكن العصبية موجودة اذا كتدير بالك فهاي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولا اسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل او تتحرك بفعالية معينة وتحقق من خلالها انجاز راح تقوم باتصالات واسعة وممكن تسفر هاي الاتصالات عن اتفاق او عن مصالحة او عن انجاز امر معين برج الجديد طبعا انتم عندكم نشاط عالي بمعنى الخمر موجود عندكم وبظل النشاط هذا اكثر من الايام الطبيعية وعندكم قدرة على انجاز كثير من مشاغلكم خلال هاي الايام او خلال هذا اليوم من ساعات ما بعد منتصف الليل طبعا بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم اهم شي انه متغامروا باموالكم هاي فترة يعني بتكونوا حذرين شوي ماليا ومعنويا اهمش انك ما تتسرع باتخاذ قراراتك وخصوصا القرارات الحاسمة انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن بالفترة هاي انتبه على اموالك وانتبه من بعض الاشخاص اللي ممكن يستغلوك برج الدلو بيسيطر اموالك 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 لا اجتماع الاصدقاء مع بعض طبعا هذا الاشي بظل من الان لغاية ساعات ما بعد منتصف الليل بعدين القمر رح ينتقل وصير في الدلو له بيت متعبك فبدك ادير بالك لانه رح تدخل فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه اكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة بالفترة هاي هاي فترة مهمة لانها فترة شوي بتكون فارغة وفاشلة من كثير من الامور فبتطلب منك تركز ما تاخد باي وعد او باي نصيحة او باي شيء ممكن توعد فيه بالفترة هاي فممكن عادي جدا انه ما يتم او تتعطل بعض الامور بدك تتحاذر الافكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب اعمالك او تتأخر اعمالك طبعا ما تقول انه والله شو هالسلبي اللي انت بتعطينا اياها لا هو القمر لما بيكون في بيت المتاعب بيضغط بشكل كبير او اي كوكب بيكون في بيت المتاعب بيضغط بشكل كبير فانتوا الان هاي الاجواء كلها بتصغير لصالحكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة